مشكلة حقيقية في العراق هي مشكلة الانترنت فالاتصالات في العراق كصوت ورسائل على الشبكة لا توجد فيها مشكلة ولكن المشاكل هي بالانترنت ومشكلة الأساسية إن لم يتم تغفيض 80% من أسعار الانترنت في العراق فلن تحل هذه المشكلة بحسب أوصات شعبية إن الميجابايت الواحد سعره عالميا بحدود 20 دولار بينما يباع في العراق بحدود 80 إلى 100 دولار رئيس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات أشرف الدهان كشف عن تفاصيل مهمة عن دخول خدمة الانترنت الجيل الرابع 4G للبلاد وتغفيض ضريبة أجور كروت الشحن وأضاف أن تهريب ساعات الانترنت ليس من العراق والتهريب يأتي من الخارج غالبا لافتا إلى أن حكومة كردستان تبيع الميجابايت ب30 دولارا لهذا فالشركات تشتري من الإقليم مشينا إلى أنه إذا لم تحل هذه المشاكل سنبقى بنفس الدوامة وأوضح أن هناك قوانين تحدد المنافسة وتجعل الوزارة تحتكر الانترنت ونحن يجب أن نفتح باب المنافسة وإذا لم نخلق سوق منافسة ستبقى الشركات المجهزة والمراحل الأخرى ترفع الأسعار وبين أن هناك مشكلة في تداخل الصلاحيات بين هيئة الإعلام والاتصالات وبين الوزارة حيث في وزارة الاتصالات قانونا هم من يرسمون سياسة الاتصالات وتنظيمها يعتبر عمل الهيئة وفي عام 2007 صدر قانون بأن البنى التحتية والكيبل الضوئي حصرا لوزارة الاتصالات وهي مخالفة قانونية ولكن بسبب المحاذير الأمنية ولديهم تبريراتهم في الوزارة ولكن يجب تغيير هذا الواقع لافتا إلى أنه بإمكان وزارة الاتصالات حل مشكلة الانترنت عبر المشروع الوطني للانترنت وأشار الدهان إلى أن الاتصالات خصصت العام الماضي 19 مليون دولار لحل مشكلة البوابات مؤكدا أن الانترنت في العراق اليوم سائب بلا رقابة أو سيطرة وهناك كثير من المواقع ليس لدينا سيطرة عليها وإنشاء البوابات سيعالج كل هذه الأمور وتابع الدهان أنه في بعض القطاعات هناك احتكار مثلا في الانترنت هناك احتكار وموضوع الاحتكار حتى الوزير نفسه يعلم به وبمشاكله مبينا أن شركات الاتصالات لديها إخفاق في عملها أيضا ولكن هناك إخفاقات خارجة عن إرادتها مثل التشويش والبنى التحتية إخفاقات خارجة عن عمل الشركات وأوضح أن قانون الاتصالات والمعلوماتية معروض كقراءة ثانية بالبرلمان وسيحل الإشكالات وتردي الخدمات موجود ولكن هناك أسباب خارجية عن هيئتنا وهناك أسباب يتحملها الحكومة وليس لدينا سيطرة على موضوع التشويش بل أن هناك بعض البنوك والأجهزة الأمنية تعمل على التشويش بحسب وصفه وأشار إلى أنه أكملنا قبل شهرين ولأول مرة بالعراق مشروع الرزد الراديوي هذا يحل مشكلة التداخل والتشويش وهناك فوضى في إدخال هذه الأجهزة للبلاد